هنروح لألعاب القوة يعني طبعا تعرفين في النادي الأهلي يرى عدد كبير جدا من النجوم ألعاب القوة سواء على المستوى العمومي أو الناشئين الخبر القادم يأتي من ألعاب القوة الأهلي يتوج بدرع بطولة الجمهورية للشباب في ألعاب القوة النادي الأهلي حقق درع بطولة الجمهورية للشباب تحت 20 سنة في ألعاب القوة بعدما حقق للأهلي 266 نقطة في منافسات الشباب و273 في منافسات الشباب في البطولة التي تلعبت فيها على ملاعب المركز اللونبي في المعادي الأهلي كسب البطولة في فرق كبير عن أقرب منافس ليه وهو نادي الزمالك لأن الزمالك حق المركز الثاني في الشباب والشبات أيضا برصيد 68 نقطة فقط يعني فرق كبير فرق يمكن أكثر من 200 نقطة البطولة شارك فيها 37 نادي ومثل نادينا فيها 88 لاعبة ولاعب من أصل 456 لاعب ولاعبة شاركوا في البطولة و365 لاعبة 456 لاعب و356 لاعبة من جمهورية كلها النادي الآلي كان نصيبه فيهم 88 لاعب ولاعبة من أصل العدد السابق لعبتنا حقات أرقام كبيرة مميزة في بطولة وده كان أهمها هو فوس تامر أشرف بطل القفز بالزانة بالمديلية الزهبية بعد ما كسر الرقم القياسي المصري بمسافة 5.6 من 10 متر للكبار الرقم ده للكبار وهو 18 سنة تاني أشرف تامر أشرف حق رقم يعني معجزة هو بيلعب 18 سنة وحق الرقم اللي بيحققه أو رقم مصري القياسي في القفز بالزانة في الكبار هو جاب رقم 5.6 متر سنتي وده ساعده في أن يتأهل بطولة العالم للشباب ويتلعب في كولومبيا عدى الرقم طبعا عدى الرقم بكتير فده أهوره على طول يلعب بطولة العالم ألف مليون مبروك لتامر أشرف إن شاء الله نحاول يكون معنا قريبا ونشوف طبعا أماله وطموحاته ونعرفكم بأكتر وكمان هيلعب بطولة العرب وبطولة أفريقيا اللي جايين تحت 20 سنة بالرغم من 18 سنة كل التوفيق طبعا لتامر بإذن الله فيما هو قادم شكرا